اهلا بكم مرة تانية أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز اللي طبعا بناسعى دايما بوجودها معنا في البرنامج صباح الخير يا كريم الحمد لله كله زي الفن خمول عدم تركيز نسيان وكل دي أمور بيبقالها انعكاسات سلبية جدا أثناء الواحد ما بيمارس يعني حياته حتى اليومية هل فعلا بتبقى مرجعيتها نقص فيتامينز ولا مش شرط فعلا يا كريم بنشوف المشكلة دي كتير جدا وما بقاش مقتصر عليك برسن احنا بنشوف شباب دلوقتي مش قادر ينزل مش قادر يمارس حياته اليومية مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نزيل طاقتنا لان الطاقة هي اللي هتدي لك الانرجي انك تعمل مستقبل انك تنزل شغلك انك تحقق أهدافك انك تعمل حتى فلوس انك او الست المتزوجة تعرف تربي عيالها ما تزهقش ما يبقاش عندها الكسل مشكلة الكسل والخمول مشكلة كبيرة جدا جدا يعني خليني يعرف يعني ايه في الاول كسل او خمول يعني اصحى منهم ما قدرش ابتدي نشاط معين او بدأته ومش قادر اكمله او وانا بكمله عندي عدم تركيز الحقيقة اسباب الكسل كتير جدا من اهم الاسباب اول حاجة زي ما قلت يا كريم نقص الفيتامينات والمعادن دي مشكلة مهمة جدا وهتكلم اكيد على المكمل الغذائي اللي اسمه مالتي فيت ده من اقوى المكملات الغذائية اللي تقدر تديني الانرجي وان انا اقدر انتك في المجتمع وحق اهدافي طبحنا فيها يا دكتور بس يلا فينا على طول بس كنت برضو عايز اقول ان مع الفيتامين ومع قلب مالتي فيت لازم نراعي حاجات كتير جدا لازم ان احنا تبقى منعاتنا كويسة لان التعب بيبقى نتيجة التهابات او فيروس او بكتيريا الفلونزا مثلا بتعمل تعب كبير قوي حالات البرد الشديدة بتستهلك طاقتك قصور في الغضة الضرقية بيستهلك طاقتك عدم الاكل الصحي كمان وعندي مشكلة كبيرة جدا في قصة الاكل الصحي ان السكريات وكل مرة هتكلم معاك على السكر نمنع السكريات بقدر الامكان السكريات بتهدي للمناعة وبتسحب طاقتي موضوع المشروبات الغازية اللي بنشربها كل المشروبات الغازية بتمتص المعادن والفيتامينات ايا كان لونها ايا كان لونها ايا كان لونها ويمكن بتعمل زيادة في الواسنة وبتعمل اضطرابات في القلب وبتعمل مشاكل كتيرة جدا فلازم نحد من المشروبات الطاقة عندي كمان السترس برضا هقول السترس بيسحب طاقتي فلازم نزبط السترس عشان الكورتزون يتزبط لازم نلعب رياضة كويسة قوي لازم ننام فترات كويسة 8 ساعات على الأقل في اليوم عشان الطاقة تبقى كويسة والتركيز يبقى كويس ولازم تبقى معدتي وقمعي كويسين عشان لما اجي اتكلم على المكملات المكمل الغذائي ألب مالتي فيت الأمعاء تقدر تمتص كل المعادن والفيتامينز اللي داخل ألب مالتي فيت وهي الأمعاء تبقى كويسة ازاي الأمعاء تبقى كويسة أولا أدوية الحموضة ما ناخدها عمالة على بطال مهم جدا تحت استشارة الطبيب الأمعاء تبقى كويسة إننا برضو الأنتي بايوتكس ما تتخذش أبدا عمالة على بطال إنها تعمل رزيستن للفيروس وبتعمل ارتشح في الأمعاء ودي ممكن تعملي مشكلة منعية لفترة دي بسفة خاصة كمية الأنتي بايوتكس اللي بتتاخد لأسباب مختلفة كتير لا هو ما فيش حاجة اسمها إيه ده أصلا حسن تعبان أخذ أنت بايوتكس شاكك شاكك لا المضادات الحيوية ما تتخذش عمال على بطال إطلاقا لأنه بتبوز حمض المعدة وبتبوز للأمعاء أنا محتاجة حمض المعدة سليم ومحتاجة أمعاء سليمة طب نفس التحذير ده دكتورة دينا ينطبق على البيتامينس كمان يعني ساعات برضو الواحد بيسمع إن أي حاجة عموما كمبدأ بتزيد عن حدها وارد جدا إن هي تتقلب لضدها هل الكلام ده يشمل البيتامينس أكيد أكيد برضو عدم الإفراد في كثرة الفيتامينات يعني بتلاقي ناس كتير مثلا أنا هتكلم على ألب مالتي فيد ياخدوا خمس قراص هو قرص واحد هيدي لك كل الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها مش بس للطاقة للطاقة والمناعة والتركيز وسحة البشرة والشعر والوقاية من أمراض كتيرة جدا فكثرة الفيتامينس لا وبالذات الفيتامينات التي هي قبلة للدوابان في الدهون مثل فيتامين كي مثل فيتامين اي مثل فيتامين دي التلاتة دول ناخدهم بحذر شديد لأنها لها سومية في الجسم لو معدد بتاعها زاد فدي حاجة مهمة وإحنا شايفين دلوقتي العلبة اللي بتكلم عليها يا كريم ده ألب مالتي فيد مكمل غذائي بيدعم جدا الطاقة العبوة فيها 30 قرص بتكفي شهر طبعا السعر كويس جدا وآمن لكل الناس هو أرس واحد في اليوم أرس واحد صباحا ولا مساء بعد الغداء على كبات مية كبيرة لأن معظم الفيتامينات اللي فيها قبلة للدوابان في الماء ملهاش أي سومية بيتاخد مرة واحدة في اليوم هيكفي العلبة شهر وينفع أخذه لمجرد أن أنا حابب أحافظ على صحيتي أو لازم أكون أخده بنقل على مرة ما وتوصف لي أن أنا أخذ لا الفيتامين أو قلب مالتي فيد أنا بنصح به أنه يبقى لايف ستايل الأكل الصحي مهم لكن نحن ما بنعرفش نأكل طول الوقت أنه نزبط فيتامين سي عندنا نزبط فيتامين إي نزبط كل عائلة بي كومبلكس داخل قلب مالتي فيد إحنا شايفين دلوقتي على الشاشة جوه فيتامين إي جوه فيتامين سي فيتامين بي كومبلكس فيتامين بي وان وثو وثري وفايف وسيكس وسبن وناين وثوالف الكوبالمين كل عائلة فيتامين بي كومبلكس موجودة داخل هذا البرودكت بلس أن أنا عندي الكالسيا مهم جدا للعضم ومهم للقلب كمان طبعا ومهم لتزبيط الكوليسترول في الدم عندي كمان الزنك الزنك من أهم المعادن اللازم نحرص أن احنا ناخدها يوميا ابتدنا نهتم به الناس اللي زي حالكي اللي مش فهم أو مش متخصصة بس ابتدى يبقى له نجومية في الفترة الأخيرة الزنك الزنك طبعا الزنك مهم جدا جدا للمناعة مهم جدا للتركيز مهم للطاقة مهم عند الرجال ياخدوا زنك بيقدر يعزز لهم الخصوبة عندهم كويسا جميل طيب هل في محازير ما تخص مثلا التعامل مع الفيتامين صغير عدم الإفراط فيها عدم الإفراط بالنسبة مثلا لو هتكلم على قلب مالتي فيت للست الحامل حلو جدا لأن السيدة الحامل بتحتاج فوليك أسد بتحتاج كالسيوم بتحتاج فوليك أسد وفيتامين بي وكالسيوم لكن ممكن ديها أكتر لأنها حاملة بيبي فبيحتاج تركيز أعلى قلب مالتي فيت مناسب لكل الناس مرخص من هيئة سلامة الغذاء فدي تدي أمان أننا باخد بيلس مش هتديني أي أعراض جانبية لأنه اتعامل عليه تستات وترخص وموجود في جميع الصيدليات ودي حاجة مهم أنا بحب قوي أننا ما أجي أخد مكمل غذاء أخدم الصيدلية ده يديني أمان مفيش حاجة في الصيدلية بتتحط OTC على الرف غيره هي أمنة 100% ومصرح بيها موظات الصحة وهيئة سلامة الغذاء جميل على ذكر سلامة الغذاء أكتر من مرة تكلمتي في حتة الغذاء السليم آه طبعا هو إيه الغذاء السليم الغذاء السليم أمتى أقول أن أنا باكل بشكل صحي وسليم أن أنا أمنع السكريات طبعا أنا عن نفسي منعتها ناس كثير تقولك لا أنا محتاجة سكر عشان طاقة في اليوم السكر بيدي طاقة وقتية لكن زي المشروبات اللي هي مشروبات الطاقة زي مشروبات الطاقة والاكثار في الكافيين لا كنت أنا قبل كده مثلا لو عندي مثلا تصوير ست ست سبع حلقات في اليوم تلاقيني خمسة قهوة ده بيضمر الطاقة لا هي هي مرة واحدة ده في نفس فاهمة أن القهوة بددي طاقة لا 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 لأنني عندي مشوار وحسوق مسافة طويلة وحنامع على روحي لا أضرب لي قهوة دبل لا بيوصل لحاجة اسمها كافيين توكسيستي سمية الكافيين بيعمل ضربات قلب وبيعمل ضغط مرتفع بيعمل كثير جدا فلازم نعرف معدل الكافيين اللي بناخده في اليوم ده مهم جدا الأكل الصحي يعني بروتين بروتينات سواء مثلا نباتية وحيوانية نباتية وحيوانية لكن لو أنا عايزة حديد يمكن كمان مهم قوي أقول أن نقص الطاقة لو أنا عندي فقر دم نسبة الحديد لازم نعمل لها مونيتر مرة كل ست شهور نسبة الحديد والفريتين مخزون الحديد طيب أكل إيه يعني طاقة يعني حديد وبروتين أكل إيه في حديد الهيموجلوبين بتاع الكبدة يمكن الحديد بيبقى مصدره أعلى في اللحمة والكبدة فناكل ده وكمان الحلوة في قلب مالتي فيت المكامل الغذاء أنه فيه فيتامين سي وزينك بيساعد جدا على امتصاص الحديد ويمنع من فقر الدم فقر الدم يعني دوخة يعني عدم تركيز يعني شعري شعري عايز حديد وبروتين يعني شعري بيقع يعني ما عنديش طاقة إطلاقا وداخل قلب مالتي فيت فيتامين سي وفي عندي الزينك الاثنين بيساعدوا على امتصاص الحديد الزينك مهم جدا للمعدة وعلى طول بقول معدتي سليمة أمعائي سليمة أنا زي الفل طيب الميا فين بقى في اللحلم نتكلم فيها الميا دي أساس كل حاجة الميا أساس كل حاجة حية وكل خلايان حية شعري عايز ميا جلدي عايز ميا قلبي عايز ميا عضلاتي عايز ميا على الأقل نشرب اثنين لتر أقل حاجة اثنين لتر في اليوم عشان ما يحصلش جفاف الجفاف بيعمل عدم طاقة الجفاف بيخلي مفيش فيتامينات ومعادن مفيش ميا فخلاص احنا بنموت طيب هل الميا دكتورة دينا لإفراط فيها غير مستحبة هو ولا دي أمان معنا لا هي محدش بيشرب أكتر من اثنين لتر ثلاثة لتر في اليوم يعني المتوسط وكمان الميا بتساعد على تنظيم الدورة الدموية وتنظيم البلد في الجسم فالميا مهمة جدا الأكل الصحي كمان لو عايزة طاقة المكسرات فيها طاقة كويسة أول المكسرات مليانة مغنيسيا الموز مهم للطاقة بتلاقي كمان الشباب اللي بيروحوا يعملوا رياضة في الجيم لازم يأكلوا موزايا الموزايا فيها مجنيسيا وفيها أملحمة عدنية مهمة جدا للطاقة عندي كمان الأوميجا اللي موجود في الأسماك أنا مع الدهون الصحية جدا مش مع لا فات دايت بتسمع ايه هيعمل دايت لا فات والكاربلس والكاربلس لا أنا لا فات دايت دا أنا لا أحبزه أبدا لأن جسمي محتاج دهون صحية على الفكرة دهون مهمة جدا لسلامة الدماغ وسلامة العقل والأعصاب والقلب والكبد كل الحاجات دي محتاجة دهون فأنا عندي كمان الأسماك نأكل مثلا سالمون نأكل سردين السمك نفسه صحي جدا لو هتكلم على قصة كمان التركيز يا كريم لأن كنت قلت لي طاقة وتركيز التركيز مرتبط بالطاقة يمكن كنا نسمع جدودنا هما اللي بقوا ينسوا دخلوا في ألزهايمر لا أنا بشوف عيال صغيرة بتنسى لا وعلى ذكر التركيز كمان دا في طلبة وطالبات كتير قوي بيشتكوا إن هما مش عارفين يذكروا إن هما مش عارفين يركزوا سواء في البيوت أو حتى هما عادين في الفصول طبعا نتيجة حاجات كتيرة جدا جدا عدم التركيز قلد النوم النوم يحشي الدماغ لازم دماغي ترتاح لازم أنام 8 ساعات على أقل في اليوم كمان التركيز لي حتة كبيرة جدا إنه نقص معادن فيتامينات المخ محتاج فيتامين بي كومبلكس بكل أنواعه لأن فيتامين بي هو اللي بيصلح لي الخلايا العصبية محتاج المخ محتاج فيتامين إي فيتامين إي من أهم الفيتامينات اللي بتعمل على عدم أكسادة يمكن أكلنا المثبت لا يا دكتور سحبت مننا السكريات وسحبت مننا المثبت بالمعقدر أنت عارفة ثقافتنا كمصريم في الأكل وبعدين مش كل المصريم بس فيه فئة معينة بتعز الأكل قوي تتعامل معها بحب يعني بيحصل إيه بعد كده وتلاقي بقى صنية مش عارف إيه بالإيه وبرمج مش عارف لما نوصل للخمسين بيحصل إيه مش بيحصل كوليسترول عالي بيحصل سكر بيحصل أمراض القلب بيحصل تصلب شرايين بيحصل لا قدر الله جلطات في الدماغ فكل ده من التذبيك التذبيك والزيوت المهدراكة والقلي كل الحاجات دي بتعمل أكسادة رهيبة وبتطلع خلايا حرة بتعمل التهابات وكمان بتوصل لكانسر يعني مثلا لو هتكلم على قصة الكانسر بيقولك إيه أنا عندي مثلا أحد ناس في العيلة قال لهم الكانسر فإن ممكن أكون حاملة الجين الجين لن ينشط لو أنا ما عملتش مسببات السرطان زي السجير مثلا مسبب كبير للسرطان زي الأكل اللي فيه رصاص زي الأكل اللي فيه زيوت مهدراكة لو أنا عندي الجين ومشيت على أكل صحي مايجيش سرطان لأن الجين بيقضل كامل كذلك السكر مثلا كذلك الشعر مثلا لو عند الرجال جين الصلع طبعا الستات عندهم جين الصلع أنا هتكلم مرة على موضوع الشعر ستات ما عنده جين صلع ما عنده لك نديم الرحمة ربنا طبعا إحنا ما منصلع إلا لو عندي أمراض منعية هنتكلم عليها لكن الراجل لو عنده جين الصلع وما عمل العوامل الخارجية البيضة مش هيحصل زي إيه على العوامل الخارجية اللي برضو الأكل مستحي لسترس حاجات كثيرة جدا جدا الشامبوات اللي فيها فورمالين وصالفيت وبارابين كل الحاجات دي لو أنا عرفت أكل أكل صحي وأمشي على قلب مالتي فيت وأنام فترات كويسها وأمنع الاسترس جين الصلع هيفضل كامل لكن أكيد لو حصل صلع بمالتي فيت أنه يدعم جدا التمثيل الغذائي مشكلة الكرشي مشكلة كبيرة عند ستات وبنات ورجالة وكل الأعمار بيشتكهم وحتى لما منخس أكثر حاجة ما بتخسس هي الكرش مهم دهون البطن يا كريم مهم جدا نتكلم عليها لأن هي أخطر دهون أخطر من دهون الدراع أخطر من دهون وأصعب حتى لما تتحول رياضيا تتخلص منها دائما تبليناتها صعبة طبعا والدهون دي بتخلي ما فيش طاقة خالص أنا مش قادرة أقوم لازم نلعب رياضة كويس لازم نقضي على دهون البطن لأن البطن فيها المعدة والكبد والبنكرياس ما ينفع يبقى فيه دهون البنكرياس لو علي هجيلي سكر مش عارف يشتغل ويفرز إنسولين مهم جدا أن أحاول أنزل البطني يعني نحن ما نقول حتى بالليل وبلاش مسبك وبلاش سكريات زي ما أنا قلت ونعم الرياضة الرياضة مهمة للسترس مهمة أن أقلل إفراز الكورتيزون مهم جدا لأن الكورتيزون لما بيعلى في الجسم وبيعلى في المخ عدم تركيز كسل خمول وإحنا محتاجين تقطنا عشان ننتج في المجتمع ونحقق أهدافنا أنا لو ما عنديش طاقة مش عارف أشتغل طبعا والطاقة لما عندوش طاقة يتكلم حتى هو ده بقول لك ولا يتكلم وتعاملك مع الآخرين بيبقى صعب جدا ثقتك في نفسك بتحتز يعني إيه أبقى نايمة من الليل للصبح وأصحى مش قادرة أعمل حاجة دي كرسة فبنصح كل الناس وكل مشاهدين قناة الأهلي يبدأوا ياخدوا القلب مالتي فيت لأن زي ما أنا قلت فيه كل الفيتامينات والمعادة من فيتامين اي فيتامين سي مهم جدا لأنه بيساعد على امتصاص الحديد وليه أهمية أنه هو بيحفز لي على إنتاج الكولوجين يمكن ساعات موضوع التعب أنا أصلك عظمي بيوجعني مش قادرة أنزل فيجي لك كسل العظم محتاج كالسيا محتاج فيتامين سي عشان يحفز لي على الكولوجين طب هو الكولوجين مهم للعظم 90% من بروتينات العظم والغضريف عبارة عن كولوجين هي جملة عظمي بيوجعني دي الواحد بردو بقى بيسمحها كثير في الفترة الأخيرة دي بردو فيها مؤشر ما دي أن الأكل مش صحي قوي اللي أنا بأكله أو أن أنا مش بأخد اللي المفروض أخدها بالانقضام اللي المفروض أخدها لازم أخد المكمل الغذائي الأكل الصحي مش كفاية أبدا لازم العظم محتاج كالسيا محتاج مغنيسيا اللي اتنين دول محتاج فيتامين سي طب هل المكمل الغذائي في حد ذاته مش قادر أقولك يغني عن الأكل الطبيعي كد ما يغني بس في ناس طبيعة شغلها التوقيتات اللي بتشتغل فيها عدد الساعات اللي بتشتغل فيها الأماكن اللي بتشتغل فيها بتخليهم يأكلوا مثلا لو حسبت أكلهم اللي بيأكلوه على مدار اليوم ينفع بعد ما الجمع يبقى وجبة واحدة مكمل الغذائي مفيد في الحالة الأكل الغذائي مهم والسناكس اللي بين الأكل الغذائي ما تقوليش مثلا أنا أكلت بروتين وصلطة وحاجات ودون صحية وأجي بين السناكس أضرب لي كيس شيفسي هو حاجة ضعيفة أنا بحب مثلا نقنق 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 في المقصرات اتنين تلاتة المقصرات اللوز الكاجو عين الجمل الحاجات دي كلها ألياف كلها مغنيسيوم كلها طاقة لو السناكس مهم أن أنا أعرف أخذ طفحاية بدل كيس شيفسي بلاش المشروبات الغذية بتمتصل معادة من الجسم بلاش خالص العصائر ما نحطش فيها سكر بكاتر اللي مجريز سكر نحط معلقة عصر وضاي لو حضراتكم مشيتوا حسب توجيهات دكتورة دي نابو السقوط حتبوا أرفع مني كلكم يعني حن فضلنا إيه طيب سحبت كل الأكلات مننا دكتورة لا معنا مهم نمش كلامك في حقيقي منطقي حتى جدا فعلا أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة نورتينا وأسعرتينا كالعادة والأهم أنه دايما كمان بتفدينا أو بتعرفينا معلومات يمكن تبقى غايبة عننا وممكن منبقاش عارفينها من الأساس فكل الشكر لك مرسي يا كريم مرسي يا أولي وأكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعاتكم لحلقة النهاردة إن شاء الله يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير في حلقة جديدة وعشر الصبح في الأهلي صباح الفل عليكم